السلام عليكم بنات الغليين وحشتوني من الفيديو اللي فات النهاردة ان شاء الله بإذن الله وكذلك زي ما قلت لكم رجعنا ثاني رجعتا عن الفيديوهاتنا ورطيناتنا بشغلني الحمد لله اول حاجة كده كان يوم كامل يعني خدته كده على يومين يوم العزومة ابتهت جوزي الحمد لله كانت حلوة خالص والحمد لله يعني اول حاجة ست الكل خبست العيش البلد الشمسي جاب ليها بيوم العيش بتاعنا اللي انتم عارفينه وعملته لكم قبل كده في قناة كذا مرة وبرك هنزله لكم تاني ان شاء الله بإذن الله بكل تفاصيله الحيثة دي برك وانا بطلع العيش من الفرن زي ما حالتكم شايفين العيش طالع ما شاء الله عليها بس السكر اللي لسه مدلساتش لايك تضس لايك للفيديو عشان الفيديو يترفع وشو كل بردك يستفاد عشان تاخدي فكرة وتنافزيها بردك ان شاء الله بإذن الله وقت ما انت تحتاجيها زي ما شفتم العيش بتاعي ضلعته كده من الفرن الكلام ده كان العصر جاب ليها بيوم العصر جيت بردك بالليل جبت اللحمة بتاعتي كان فيه لحمة ضاني ابوعدة كان جيب لي لحمة ضاني غسلتها كويس هتبيلها كباب وقطيها قطع زي ما انتم شايفين بالشكل ده مربعات تكون صغيرة وهتبيلها من عشين ست الكل بعد ما انا غسلت اللحمة بتاعتي وصفيتها جطعتها جطعة مربعات صغيرة وهجيب علبتين من الزبادي دي تتبيلة الكباب يبناك وده ميت بصل وهنا بردك زيت زيتون ولازم تضاني بردك اضف له كده لمونة لمونة حلوة اللمونة احلى من الخلف وبهرات لحمة وما صلى عاية سيدنا محمد وملح وحبهان مطحون وبرك بهرات شاو ده هي اللي انا ضيفتها وفلفل اسود ده ضيفتهم في التسبيل اه وهضيف بردك عليها اللحمة وهنا ده العظم اللي انا بردك كنت خليها من اللحمة بردك هضيفهم بردك اه وهسيبهم طبعا انت بالتهم كده بالليال بالنسبة لمية البصل انا جيبت كده حوالي اه كيلو من البصل اه فرمته في الكبه وعصرت المية بتاعته والتفل هعمل به الكفتي هنا ده اللحمة اللحمة جملة وهنا ده التفل بتاع البصل اه اضيف التفل اللحمة مفرومة يعني خليت انا بعاد الفرمهالي اللحمة مفرومة وهنا ده بهرات بهرات كفتة في الفل اسود مالح بهرات لحمة اه وهنا كسبرة هذا سر العمل الكفتة لكي تبقى معك حلوة ومتماسكة ولمعي بيضتين بيضتين وحط عليهم حوالي معلجة من البيكينج بودر ستفتح على البيكينج بودر سأفضل اضعكم كويس وعجينها كويس اوزم حضرتكم في المجول الكبير عشان ايه ؟ اعرف عجينها كويس وتأخذوا سيدة كده معي اضغطيها من بالليل في التلاج عشان تجمسكة معاى وجامدة وحلوة بردك تشرب من التدبيلة بتاعيتها اللي انا حطها لتفل البصل والبهارات وكله خلص كده من الكفتة والكباب كلام ده كله بالليل انا جبت الفراغ بتاعتي قطعتها كده بالشكل ده على اثنيان كل قطع على اثنيان والصدر فتحته بالشكل ده عشان ما يبقاش معاي شديد في الشاوي يوجد معاي كده مقياه مستوي حلو وحوالي اربعة طمطمات مقطعين دول اول حاجه هعمللي ان انا هفرومهم في الخلاء وصلت بصلات كبار بردك مقطعهم وقرن فلفل ولموني لازم اللموني يا جماعة بردك في الفراخ بالمشويات وشوية زيت زيتون حوالي اربعة معالي زيت زيتون وعليبتن الزباد وشوية كسبرة مقطعين بردك من الكسبرة اللي انا حطناها للكفتي وكنفاس ثوم دي بوهرات دي تدويلة الفراخ بالنسبة للبوهرات اللي احنا هنضيفها فيه اه حبهان بردك مطحون فلفل اسود ملح بوهرات فراخ اه كسبرة ناشفة اه بردك كسبرة ناشفة مطحونة وقرنين من الشطة اه ده طبعا اختيار اللي حابين تحطوا وحطوا لهم مش حابين خلاص وسنة ببركة بتبقى حلو خالص في شوية الفراخ الببركة بتبقى حلو خالص في شوية الفراخ فرمتم زي ما حضرتكم شوفتوا كده في الخلاط ونزلت بردك في التدبيلة بتاعت كله الفراخ قررت لها كويس ومغط معها ومصفيها ونزلت بالتدبيلة كده وامضل ادعها كده فراخ بتاعتي حتة بحتة بالتدبيلة وهسيبها بردك وغطيها وخليها في التلاجة من تحت من النقل الثاني يوم كان الكلام ده كله من بلية شايفين كده انا ازايف ابدأ عاكت الفراخ كده خالص من تحت المفق قويس خالص جينا الصبح يسدت الكل هنعمل ايه ده اللي هي التجلية انا هعمل لو مصلي ع سيد محمد طبيق فصوليا انا انا اقضع البصلة تكطيع للفاصولية وهنا جرنيل من الشطة حيين بردك ديفتهم دول هيتحمسوا مع البصلة هيدوك طعم حلو خالص في الاكل يعني هتحملهم كده مع البصلة هيدوك طعم حلو خالص وهنا بردك ده الطماطم يمقطعها تكطيعا اضفتها بردك على البصلة اخلي الطماطم بتاعتها تسبك وتستوي كده سوي حلو وهشوف هنعمل ايه فيها بعد ما الطماطم بتاعتها تسبكت شايفين بيت الزال ههبفي عنها المتجاز وخلاتي تشوي وبعد كده افرمها في الخلاء وفي نفس الحلة اضيفها كده فرمت التجلية بتاعتها شايفين في الخلاء وبيجيت نعمة معايا وحلوة هزاودها دلوقت شربة والفاصولة انا حطاها بتستلج على العين التانية بتاعت البوتجاز وهضيف الفاصولة وهضيف الشربة وخوريكم في الاخر شكل فاصولي ايه وهنا سر من اصر ان الفاصولة ما تحرجيكش وتبقى طعمها مسكل وحلو هضيف لها نصف معلقة سكر نصف معلقة سكر هنخلي لك طعمها زي الفل هنا زي ما انتم شايفين كده خلاص اه ضبقت الفاصولة او سيليفتي اه عملات الرز في الوقت ده كانت بتعمل الرز وعملت برد الطحينة هتشوفوها في اه في قناتها يوميات بنت الصعيد اه هسيب لكم بردك ربيطة اه في صندوق الوصف وعملات الحلو هشوفو بردك الحلو شايفينه في الصورة المسقرة هشوفوه في اخر الفيديو اه هنا اه حطيت الشوايا ولعت الفحم وحطيت الشوايات او با ضيف الفراخ التاتي او با ضيفها كده في الشوايات اشتركوا في القناة اضفت الفراخ على الشوايا وهنا بردك او با ضيفت الشوايا الثاني اشان انجز بردك في الوقت هنا بحط الكباب في الصياق زي ما حضرتكم شايفين بالشكل دي انه بعد ما حطيت الكباب في الصياق ابدأ الوقتي ان انا احط له بردك على الشوايا الصغيرة اي هاي سوف نحط كده في الصورة اي هاه و سوف يتحطي لون كبابه اللسه بردك على الشوايا الجمهة فراغ تستوي والفراغ تستوي وحط غيرها بتاعك لازم وقت ما تكون بستوي ما شوية تكون على الفحم هادي ما يكونش الفحم بتاعك سخن خالص يعني ناره شديدة عشان الفراغ بتاعك او اي حاجة انت بتشويه ما تتحركش منك و تفضل بردك من جوه جاعدة نية لكن ما يكون مستوي على نار هادي بيبقى اي حالو ومستوي كويس من جوه وبيبقى ضعمه حالو ولونه حالي كده الفراغ بتاع تستوي سبتدي ان انا انزله على الصينية ايه لازجة شوية معي في الشواية سبتدي ان انا ملهانة الشواية بشوية زيت سبتدي ان انا اطلحها بالمعلاج انا اطلحها بالمعلاج انا 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 اطلحها بالمعلاج لمجمو وقت او اضعها بالمعلاج اطلحها بالمعلاج يجب أن تضع كسبرة خضرة في التدبيل الفراخ سوف تضعوا لك وصلنا إلى حتة الفيديو يلا نصلي على الحبيب الصلاة على الحبيب مسكن وطيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا بعد كده هنروح نشوف الفيديو الحلو في قناة سلفتي يوميات بنت الصعيد سوف أعطيكم الرابط في صندوق الوصف سوف أضع المعلق من فوق سوف أضع على الفراخ لكي تخرج معي على طول الشبكة وح fore said شعال الفراخ بناء ونرى من عند اختصار نفس 2030 في الوصف وفي الوقت ما انا دست عليها كده بالمعلجة من فوق بتطلع معي وكل سهولة كده من الشبكة لان هي اصلا مش لازجة خالص هي بس فيها من نسبة لازجة اني انا جفل عليها وما بفتحش واني انا اجلب ايدي لا انا بمسك الشبكة وبجلب وفي نفس الوقت بده هنتش الشبكة شوية زيت عشان فارقة ما تلسكش فيه كده ضلعت الفراخ احط بجل كده مياه بره ولسه الكباب على الشواية الثاني لسه ما استواش حاطه كده على النار هادي لحد ما استواش كده اللي الفراخ استوات والكباعب اهو كما تروني استوى. بيبتدي بالمعلق بالشكل دي وبطلعه من السياخ. عشان السياخ بردك انا اعوزهم. اه لاننا نقطع اه نضاف البصل اورمة صغير وطماطم بنادورة صغيرة. اه بردك دول انا هضيفهم هحطهم في السياخ يشيوية وضفتهم كده في التتبيلة بتاعة الافراخ. اخذهم كده حوالي عشر رجاجي بس عشان اطلع من طعم التتبيلي. واحطهم بردك على الشيوية يشيوية. كده شايفين. كده البصل. والطماطم. نحطهم في السياخ ونحطهم بردك على الشيوية. هنا جيت بردك في الوقت دي. زي ما قلت لكم سليفة بتعمل الرز بتعمل السلطة وبتعمل في الحلو. هتشوفوا الحلو في قناتها عملاه ازاي جميل جدا. وفي نفس الوقت مش هياخد وقت ولا مجهود منك. لو كنت مستاعي لو عايزة تنيجي في الوقت. اه في الوقت. اه هتعمليه بكل سهولة ان شاء الله بازن الله. اه هنا بردك. اه اللهم صلع سيدنا محمد. اه هنا الكفتي. فابتد ان انا لان هي الكمية معايا كمية كبيرة. اه فاعتقد معايا وقت لو انا عملتها في السياخ. ومعنديش الصياخ كفائي. معنديش الصياخ كفائي. فابتد ان انا اصبحها في الصيخ بالشكل دي. وحط بردك على الشبك عشان تشيوها. شايفين كفتة ازاي متماسكي? الموضوع ده كله جماعة كان فوق على الصباح برده. اه عشان الدخان بتاع الفاحم والريحة بقى شويت فوق على الصباح. يعني عشان ما تقولوش ايه المنظر ولا ايه. انا كان كل دي جا فاجئة. كان فوق بردك على الصباح. شايفين كده انا خلط شايفين ايه. اه 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 بجلبها بالشكل ده من الجهة داي ومن الجهة داي. شايفين كده انا خلط شايفين كده الفراخ و الكباب والكفتي. يعني صراحة اه. اه نستويه حلو زي الفل. واللون اللوочد واللون حلو برده خالص. والطعام كان احلي. فاصوليا فاصوليا والتجلية نعمة وحلوة والطعم مسكر وزي الفل وقالين الشطة اللي انت هتحطين يتحمر مع البصلة دول هيفرقوا معاك خالص في الطعم جربوها وهي اعجبكم شايفين دي الاكل بتاعنا هط على ما شاء الله علي صراحة عجب أبو عادل وقال لي تسلم يدك وهذه الحلو اللي انا بقول لكم عليا انا مش هقول لكم اي الحل ولا عبارة عن ايه انتم هتروحوا هناك في القناة وهتشوفوا الحل هو صراحة جميل جدا وعجبني يعني صراحة عجبني هتروحوا هناك في القناة وهتشوفوا الطريقة وهتشوفوا عبارة عن ايه بس متنسوش تروحوا لها في قناتها وتسلموا لي عليها وتقولها سلم عليك لأم عادل ايه انا شوف وقفة ازاي ومسكة هولكم ويلا كده دخلوا على الفيديو بتاعها هسيب لكم رابط قناتها في صندوق الوصف يوميات بنت الصعيد قناتها يوميات بنت الصعيد وبشكركم جدا لوقفتكم ودعكم ودعمكم وتشجيعكم ويلا يا سيبت الكل لايك حالوا للفيديو عشان شاء الله بإذن الله الفيديو يكبر بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة